أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن إطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة الأثنين المقبلة تحت شعار سلامتكم غايتنا بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة وتشجيع الفئات المجتمعية التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبهم الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم بمشاركة عدد من الهيئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وتتضمن الحملة التي تستمر خلال فترة الصيف جولة ميدانية للمواقع الإنشائية ومحاضرة توعوية تثقيفية لإيصال المعلومة الصحية إلى مختلف الشرائح المجتمعية ومع جميع الجنسيات تهدف الحملة إلى توعية الفئة التي تعمل في فترة الظهيرة بكيفية الوقاية من الإنهاك الحراري الحملة ستستمر خلال شهر يوليو وشهر أغسطس وستمر على جميع مدن الإمارة البداية ستكون الانطلاق من مدينة الشارقة ومن ثم إلى الذيد ودبة وخرفكان وكلبة طبعا خلال الحملة هذه سنقدم فيها خدمات فحص طبي مثل فحص السكر وضغط الدم وكتلة الجسم وكذلك فحص النظر والخدمات الأخرى الطبية التي يحتاج العامل من ضمنهم الاستشارات الجلدية وكذلك تدريبهم وتوعيتهم بكيفية اتقاء ضربة الشمس وكذلك في نفس الوقت نحن نحاول أن ندربهم لا سمح الله إذا تم تعرض أحد العمال لضربة الشمس كيفية إصعافها لحين نقلها للمستشفى